اختتمت القمة العربية الثلاثون أعمالها في تونس بالتأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة فيما أحل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مسؤولية التنسيق لتحديد مكان إعقاد القمة المقبلة للأمين العام لجمعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هذا وشهدت خطابات قادة الدول العربية تأكيدا واضحا على قضيتين رئيسيتين وهم التأكيد على عدم أحقية إسرائيل بالسيادة على الجولان المحتل ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه الفلسطينيين هذا واشاد رئيس التونسي المضيف للقمة بقراراتها الهامة وثمن المشاركة العربية من قبل قادة الدول الذين جاءوا بهدف تعميق العمل العربي المشترك على حد تعبيره